إذا بغيت سورة البقرة تخدم معكم زيان يجب عليك قراءة واستحضار عقلك في قرائته يعني مني تكون تقرأ شيء ستر تكتعرف اسمه يتنقى في القرآن يعني مش متا أنت تكون تقرأ سورة البقرة وعقلك في مكان آخر هذا يعني هنا سورة البقرة لا تعمل معك يجب أن تحضر عقلك في سورة البقرة يوميا في قرائتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لماذا قرأنا سورة البقرة خمس مرات بجماعة يعني اتفقنا وقرأنا سورة البقرة يا إخوتي سورة البقرة فيها منفعة كبيرة لتطهير المنازي من الشياطين وبطل الأسحار عديد من الناس تجدون يتكلمون عن الجماعة السرية أو الجماعة الشيطانية في العالم يعني هذا الحوار تسمعه كثيراً ولكن نحن أين هو الفعل؟ نحن نتكلم فقط هناك جماعات سرية وهناك جماعات شيطانية لديهم طقوس يفعلون في بعد التواريخ يفعلون طقوس محددة طقوس الشيطانية بمعنى الكلمة وهذا يعني يقوي حزب الشيطان فأين أنتم؟ أين أنتم؟ يعني لما أقول مثلاً أقول لكم مثلاً يوم المحدد بالتاريخ المحدد سنقرأ سورة البقرة يعني يجب تكون مشاركة تكون كتيفة يعني فيه خير يعني هذا لبطل الأسحار وقتل الشياطين والهجوم وتقوية المؤمنين لو كان كل حي خمسة من المتطوعين يقرؤون في حي خمسة فقط كل حي خمسة أو اثنين من حي يقرأون سورة البقرة كانوا تغلبوا على الأسحار والشياطين كله خمسة للمرات كتبوا خمسة للمرات سهلاً إذا استطعت فقرأها مرة في الصباح ومرة في اللي وإن لم تستطع قرأها مرة وحدة مرة 12 نهار ولا في وقت محدد للحفظ ولبطل الأسحار والهجوم على الشياطين والوقاية من الأسحار ومن السحارة ومن كيد الشيطان يعني أنت ضعيف أنت ستقوى بشيء واحد هو الذكر والقرآن والصلاة لا تستطع أن تصلي إن لم تذكر إن لم تذكر الله فأنت لا تستطع تصلي ولا تستطع أن تقرأ القرآن يجب أن تذكر الله ويجب أن تقرأ القرآن وتصلي فلماذا تجعلون بيوتكم مساكن الشيطان إذا كان البيت فيه شجار ومشاكل وقلة الرزق والفقر والحسد والسحر نساء بدون زواج في المنزل فعليكم بصورة البقرة ربما أنت إذا قرأت صورة البقرة تصلح حال العائلة كلها اجتمعنا على صورة البقرة ولكن في المستقبل سنجتمع على ورد ربما ذكر ربما صورة أخرى من الصور هناك عادي من الصور ربما ذكر ربما صلاة النبي بس يوفقنا في ذلك اليوم سنجتمع إليه لنقرأ ونذكره في المستقبل إن شاء الله هذا كل شيء أتمنىكم الخير وأتمنىكم استفدتوا بصورة البقرة وأتمنى أنكم تداومون عليها ولو مرة واحدة في اليوم مرة واحدة في اليوم اقرأها مرة واحدة في اليوم ومن الأحسن تكون في المهار اقرأها مرة واحدة في اليوم يستفيدون بها عائلتك وأنت لن أطلع لكم هذا كل شيء وأتمنىكم الخير وأتمنى أنكم استفدتوا ومع السلام ترجمة نانسي قنقر